اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ايه الفرق بين المدرب والمعلم؟ يعني انتوا ليه بتحبوا اكتر اللقب ده اقرب لقلبكم؟ المعلم بيبقى دوره ملقم بس هو اللي على طول بيدي المعلومة الطالب مش بيسعى ان هو او بيكتهد ان هو يبحث عن المعلومة لكن المدرب بيبقى دوره موجه ومرشد وبيكون الطالب هو يعني بيحصل على المعلومة بنفسه يعني دور المدرب توجيه وارشادي المدرب اشمل يعني؟ اه المدرب اشمل ده انت كمان كنت بتقوليلي ان المدرب مش بيقتصر على الطالب اللي سنه صغير بس لا ده ماما والناس الاجبر والاجبر السنه الكبير كمان فده افضل انتوا بتحبوا اللقب ده اكتر يعني لانه اشمل طيب فونيكس فونيكس ايه الكلمة دي فونيكس هو علم اصوات الحروف بتعلمي الطفل صوت الحرف بحيث ان هو يعرف يقرأ اي كلمة تدهاله يقرأها يدمجها ما يحفظت الكلمة بشكلها زي ما احنا طرعنا مثلا بنبقى حفظين الكلمة بشكلها جيت يديتيني اي كلمة مختلفة انا مش هعرف اقراها فانا حاليا دلوقتي لا فيه فونيكس اللي هو انا بتعلم اصوات الحروف اي كلمة انت هتدهالي او تدهالي الطفل هعرف يقرأها ده زي نور البيان يعني زي نور البيان او بالنفس الفكرة يعني انا مش بحفظ ايه بيس لا انا بحفظهم ازاي ا ب ك كده اه فانا لما يجي اقرا هقول ك ات كت على طول او بدل ما طيب بتلاع ان فيه برضو حاجات تانية جيري الفونيكس وبتلاع ان الفونيكس ده برضو من الحاجات القديمة شوية وفيه حاجات احدث بكتير فيه فونيكس وفيه حاجات تانية ايه الفرق بينهم وايه الحاجات الجديدة دي اصلا اللي انتو كمان بتدرسوها فيه فونيكس وده طبعا علم دراسة الصوات الحروف وده بيكون اعم واشمل من الفونيكس لاني انا في الفونيكس بدرس الساون بدرس صوت الحرف من غير اي تفاصيل لكن في الفونيكس انا بدرس تفاصيل الحرف يعني هو بيطلع من الاماكن بتاعته والمانور وطريقة نطقه لا استني يعني ايه مش فهمه اه يعني انا دلوقتي لما في الفونيكس اه في فونيكس سوري انا لما هيجي هنطا مثلا بس انا بعلم الحاجات دي للأدلتس يعني للقبور الاكبر او او الاكبر اه هيطلع الساوند دوت هيطلع منين من انهما كان مثلا من موز بتاع من نيز من نوز قصدي اه 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 يعني من الحنجرة ولا من بطني اه بالزبط اه 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 شوية تخاطب بيبدأ عمي واشمل وفي حاجة اسمها فنولوجي بقى اه اه كلانا اه دوت ان انا بعلم التفل او الطالب ازاي يتكلم زي الاجانب بالزبط وبتكون طبعا في رولز بس انا طبعا بدي للطفل سيمبل رولز يعني قواعد بسيطة عندي حاجة اسمها كده بقولون انا لما بيكون عندي ثلاث حروف سواكن واربعض بعمل دروب انذا ميدل بسقط الحرف اللي في النص يعني عندي كلمة ساندويتش بدلا ما قولها ساندويتش بقول سانويتش فقعي بقى اسرع ان انا بنطقها اسرع واسهل انتي مش بتعلميني كلمة انتي بتعلميني قعدة اعرف اقوم بيها اي حاجة تمام تمام لا ده حلو جدا طب وانا ينفع تعلم او طبعا انا بقرأ الانجليش جدا انا من الناس اللي محبش الانجليش وكنت خايبة جدا في المدرسة فيه بقى امان يعني عشان احنا تعلمناه غلط احنا تعلمنا الطريقة غلط مكنش فيه يعني مكنش فيه الحاجات اللي هي دلوقتي مكنش بيدرس صح التيتشرز اللي كانوا بيدرسونا طبعا مكنوش ممكن نقولوا مكنوش تخصص او مكنوش مؤهلين مثلا مكنش فيه حاجة اسمها فونيكس ايه الكلام بدي اصوات الحروف مكنش بيكونوا بنحفظ الكلمة بشكلها اي ابل هي اي ابل وبننزل بيها انا ينفع تعلم يعني اصلا برضو هقولك حاجة احنا دلوقتي كلنا عايزين يدخل من ولادنا فرينش وامريكا ومش عارف ايه واحنا اصلا مش بنعرف ننتق صح انا معرفش انتو بتلاقوا مشكلة لما الام تكون اصلا مش تعرف ننتق صح في التعليم ولا لا بأمني اكيد طبعا يعني ممكن انا يا ابني يروح انا اقوله الكلمة غلط فيروح ييجي يقول هل في المرة اللي وراه غلط اكيد طبعا وعشان كده احنا بنخلي احنا بنخلي البرانس يحضروا الكورس معنا يعني في اخر نص ساعة مثلا من الكورس بيحضروا معنا وبيشوفوا النط ازاي وكل حاجة ازاي لان طبعا ما يفعش احنا لابني وماما اه فلا هو يعني لازم طبعا يسمعوا النط ولازم يشوفوا الدنيا ايه عشان هم امرأتنا في البيت يعني هم عليهم العامل الكبير انا ممكن اتعلم ومش سهل ان انا اتعلم مش صعب هيجي مني كماما هيجي مني اه طبعا طيب هو من سن كام انا ممكن اجيب لكم ابني تبدأوا تعلموه عشان ابدأ بقى ادخلوا المدرسة اللي انا عايزاي من اربع سنين ممكن اربع سنين اه اربع سنين وممكن اقل في حالة لهو قدراته وتسمح بذا يعني هو الموضوع بيبقى ايه قدرات اكتر ما هو سن ممكن تجيبي طفل عنده خمسة وطفل عنده تلاتة ونص يكون اللي عنده تلاتة ونص قدراته اعلى من اللي عنده فايساعدك اكتر فالموضوع اللي بيحفظ او اللي شاطر وبين اللي عنده مهارات وانا ما كنتش فاهمة كده احنا دايما شايفين الطفل اللي بيبقى حافظ الكلام وبيكتب ده شاطر لأ تلاتة يعني فيه طفل عنده مهارات وطفل لأ او طبعا ده ايه برضو ايه الفكرة فيها تنمية المهارات دي طبعا اهم مرحلة يعني اهم من هو ايه يتعلم وتزيله منهج لازم اشوف هو عنده مهارة يعني هو عنده التركيز بتاعه عمل ازاي او بقدر اعرف ده او بقدر اعرف ده بوسي هو انا درفت جزء يعني تنمية مهارات ومن خلال طبعا ان انا بدرس للطفل او بيبقى 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 هو تركيزه وعنده عنده تشتت انتباه وعنده فرط حركة فيه صعوبات تعلم طبعا الجيل ده مشاكله كثيرة جدا المشاكل كثيرة جدا يا كريستينا ما كانش فيه كلام ده ايامنا او يمكن كان فيه واحنا ما كناش فاهمينه كان ممكن فيه بس الموضوع اقل برضو شوية دلوقتي طبعا بنسمع عن التوحد وبنسمع طبعا التاب والحاجات يعني الدنيا عشان اتوسعت اكتر وبقى يوتيوب ودنيا وكده فالطفل على طول مسك التاب فالمشاكل كثيرة جدا طبعا يعني احنا بنشوف الطفل مثلا بنيجي بتشوفي الذاكرة بتاعته ايه طب تركيزه ايه الادراك هو مدرك يعني هو مدرك اللي بياخده ده ايه بتشوفي برضو حتة مثلا بيعرف فيقرة طيب بيعرف استهجة الحاجات دي كلها بتفرق طبعا وانتو بتشتغلوا على كل ده جبعة اه طبعا مدرسة يتيجي البيت تدي الكلمتين وخلاص هتكلم يعني في كده اطفال لما بيجي من اول سيشن بيعرفوا يقروا من اول سيشن بجد؟ اه ده الطفل الكويس اللي هو الطبيعي اللي بيعرف فيستوعب ممكن يقرأ من اول سيشن اوه يعني مرحلتي مسلا خمس سنين ده ممكن يقرأ ويرت كلمات اه من الناحزة انتو مسؤولين بيه بصوا ايه تحريق لأ بجد بفعلنا متفاجأة بالكلام لأن إحنا إحنا أصلاً لحد دولتي لسه بنتهت في القرية ولسه بنقولي الكلام غلط كل ما بفتديك سنة صغير إحنا تعلمنا غلط إحنا ده حوية الموضوع بيكون أفضل لأن إنتي في مرحلة أساس تبني في مرحلة البناء دي أهم مرحلة لأنه بيكون عندك مثلاً أنا مثلاً بدي ميدل بلاقي ناس كبيرة في مشاكل كتير عندهم فأرجع أقول ده المشكلة عندهم من الأساس الأساس بويس فأنتي العمراء هتبقى يعني أنا مثلاً إنتوا في الأول خالص أو أنا لو جيت أخونا عندك درس كبنت عادية خالص أو ولد عايز يخالص في السنوية طبعاً أكيد بتلاقوا من الدنيا بايزة اللي تحت بايز طب في الحالة دي إنتوا بتعملوا إيه بقى بتركنوا المنهج وتشتغلوا بالأول ولا لأ بيبقى الموضوع لوت طبعاً وخصوصاً أن مثلاً يعني وليه الأمر بيبقى موضطارك بقى عايز منهج وعايز تأسيس وعايز كله وعايز ينشي مع المنهج يعني أغلبهم أوه لا مشلنا في المنهج طب هو مفيش ما بيعاش يقرأ زي يعني زي أمشي في المنهج في ناس لأ خلاص لأ يجيبوا بقى إيه مدرس الفلاس مثلاً لأ أنا عايزة يمشي مع مدرس الفلاس عشان المنهج يديلوا الدرجة ويديلوا أول مقاعدة إحنا كده بنتحك على نفسنا يعني أنا كده بظلم الطفل أو الطالب أيام كان إنه هو طبعاً كده ما بيتعلم مش هو بيدرس منهج لأ أنا عايزة أعلمه أساسيات هو لو تأسس من صغره خلاص حيريحني بصفت كده حيريحني لما يجبر فالأساس ثم الأساس ثم الأساس لو هو يعني مفيش حاجة اسمها لأ المنهج والدرجات هو مش عقل لأ طب أنت في الحالة يعني هتركيني المنهج وتشتغلي ولا هتعملي بصي على حسب برضو هو يعني هو برضو على حسب يعني قدراته لو تسمح بالاتنين تمام ضعيف قوي هتشتغلي مع تأسيس وهتقول لي كده الولاي الأمر مفيش حاجة اسمها إن أنت عايز بمتنين ده أنا خلاص لا طيب إنتو الاتنين أنا مش عارفة إنتو بتشتغلوا مع بعض في نفس المكان ولا كل واحد فيكم منفصل عن التاني لا إحنا أنا منفصلة ومنار منفصلين بس في كورسز مع بعض بنشتغلها مع بعض بيبقى في ستيشن مع بعض إيش معنى بصي طبعا بيكون العدد كبير وبيبقى فيه طبعا مشاكل للأطفال بيبقى فيه فروق فردية مش كل الأطفال بيبقى لها نفس قدرة الاستيعاب أو قدرة التركيز فأنا مثلا سواء أنا أو منار مثلا هي مكملة السيشن لو لقيت طالب مثلا فيه عنده مشكلة في حاجة معينة بقوا ما أنا عاملة فوكس عليها ومركز عليها عشان يقدر يوكب مع الدقاء أو مصحوب يعني أنا لو إبني عنده فرط حركة وقاعد في الكلاس مش الموضوع هيعد كده مجيور الكرام لا هتروحي تركيزي وتعودي معي أيوة ونستخدم حاجات يعني وسائل إن هي تجذب الطالب أو التفل معينا اللي هو بحيث إن هو ما يملش من السيشن يعني يعني مش بنعتمد بردك على طريقة التلقين لا إحنا فيه استكشاف فيه تعلم ناشط يبقى فيه حركة يعني يعني لو التفل عنده مشكلة معينة لا مش هنعدي إنتي ممكن تبضلي بقى تقعودي جنبه ومنار تفضل شغيلة وإنتي تشوفي هتعملي إيه أو العكس طبعا أو العكس طبعا تفضلوا قاعدين معي لحد ما توصلوه إنه هو في الآخر طالع من السيشن في نفس مستوى صاحبه أو زميله الطبيعي لجمع تمام طب ده حلو جدا أنا بس عايز أقولكم إن فيه كمان طرق للتدريس من الزوالي جديدة طبعا أول مرة أشوفها وديه الطرق للتدريس بتاعيدكم أو الأدوات عرفوني عليها بقى كده واحدة واحدة عشان أنا مش أدرس التوعيب بصراحة نتشعلق أيامنا جماعة حاجة نرجع تاني طيب ولا إيه ده إيه بقى هما بيحبوا كده جدا يعني الأطفال بتديهم الكورد بيطلع يقروها من غير ترجمة هو بيشوف بس الصورة اللي بها يشوفها ويوريها الزميله هو كده خلاص تمام هو عرف مثلا أرى الكلمة مثلا هات مش لازم أترجم له وأقول له هات قبعة وكده لا هو خلاص بيشوف الصورة خلاص يدي هات كل الأطفال بتنفع معهم ولا مثلا زكريتهم بصرية أكتر لا 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 أعادي تنفع مع كل الأطفال فهيحفظ الكلمة هيحفظ الكلمة ولو بينسى عادي بالتدريج بالممارسة تثبت معي أهو يا كلها تليمات صغيرة أصلا أهو دي على شوت باولز يعني هنا معينا اللونج بس تلاتة بس ده اللونج اللي هم أربعي أهو وده عليهم كمان من وراء أهو الفكرة من الصورة ومنع الترجمة يعني الله طيب ده حلو جدا هو كده حفظها وعرفها يعني هو مش ممكن ما يفهمش يعني إيه نحلة أصلا أهو هيك ده أفضل على فكرة الترجمة غلط يعني إيه الترجمة غلط يعني أنا 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 مش لازم إن أنا أقوله هات يعني قبعة أو مثلا بج يعني مثلا حشرات لا هو زهنه كده هي ترجم عربي وإنجليش فأنا مش عايزة كده هو خلاص من مجرد عرفها بالنصورة فهو كده خلاص حفظت عندي إنت عارف أنا بعمل إيه في الباب؟ من غير ما تقولي من غير ما تقولي قول سوري أنا آسف قول مرسي شكرا معروفة لا 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 أنا بأدمر البلد نحن عايزين نتكلمه برضو في الباب طب أنا كده بعمل غلط مع الولد؟ طبعا ما تقوليش الكلام كده مستقبل في خطر طب أما المفهود أعمل إيه؟ طب ما أنا عايزة أفهمه إن مثلا تانكيو يعني شكرا طبعا أقوله إيه؟ طب ليه؟ طب أنت توريها على اليوتيوب وإنت ممكن أنت حبيبي لو حدد لك حاجة أقوله تانكيو خلاص هي وصلت له هو عرف إن لما حدد ديني حاجة أقوله تانكيو مش لازم أترجم دلوقتي إحنا مثلا كلمة دكتور مثلا الطفل عارف يعني إيه دكتور؟ لا ما يعرفش إن هو طبيب بس عارف إن الدكتور دا اللي أنا بروح له الدكتور أتعالج عنده آه مش لازم ترجمة حرفية هو فاهم دكتور كذا فبالكشير دا اللي إحنا بنتفعله بنتفعله فلوس تمام هل أنا ترجمت وقلت صرف خزنة أو مثلا أمين خزنة؟ لا بس ممكن عشان دي يعني حاجات متدولة قصدي لكن معظم الحاجات أنا ماما بتقول أنا آسف فأنا لما هقول سوري نحن اللي خلناها متدولة فإحنا ممكن نخلي كل دا متدول عادي دا في قدينا تبدأ حلو جدا أنا اكتشفت إن أنا بادمر إيه شكرا جدا مش انت الوعدة شكرا مصر كلها أنا هاخد معاكم توراق عشان إيه أنا كده بعوك الدنيا دا إيه؟ بصي دا صندوق خشب حمش عايزة أولوه لهم بيكون فيه ليدرز مثلا دي طريق أنه إحنا ممكن نتعلم بيها برده يعني مثلا لو جيت قلت له كلمة مثلا دج كون هالي د د د حرف د او او حرف الاو ج ج حرف ج فهو كده خلاص سمع مجرد ما سمع خلاص هو عرف السوت دوت بتاع حرف إيه فهجمع الورد يعني هو الطفل فعلا في سنه صغير بيقدر يوصل إن هو عارف إن دا الام يمسكه كده في إيده وعارف إن دا حرف الكزب من خلال الساوند من خلال الصوت أول ما بيسمع تبدأ حلو جدا على فكرة وانت كمان بتدخليه كأنه بيلعب فهو بيحب بقى يعني تتزيله كارد تتزيله حروف يرتبها زي بالنسبله حاجة ممتعة جدا سنصال بقى أي حاجة طلع الكابيتل مثلا والسمول مع بعض ما هو في الكابيتل بسمول فعلا الطفل فعلا بيقدر يستوع بالحديد طبعا على فكرة في كتاب على الملح ممكن بالمعبون ممكن على دراعي على الهوى بتبتكره بتتنططه يعني عشان الطفل توصله المعلومة الطفل بيمل كمان جدا يعني طفل أربع سنين أو خمسة إن ننتي تقعدي في سيشن ساعة دا ملل يعني دا في حد ذاته إحنا نفسنا ما نقدرش نقعد ساعة كده سبتين شرحة أوه يعني أنا عن نفسي ما قدرش عشر دقايق حتى لازم أقوم في فرط حركة في الموضوع فلازم مستوعبين إن دا عادي اللي فيه ناس بترخد على فكرة إلا أنا فيه مدرسين بترخد وحضنات ما يفعش شخصوصا مع الأجيل دي لأن الأجيل دي زي ما قلت لك فرط حركة فرط حركة تشاتف انتباهه مشكل كتيرة جدا للأسف للأسف طبعا دي كلها عبارة عن حروف بس وهو الطفل بيبدأ يجمعهم يجمعهم طبعا دي حاجات قليلة كفاية كتابة على الدين والكلام الحلو وزي ما قلنا خلاص أنا وابني عندكم طيب فيه طفل ممكن ما يحبش اللغة يعني مثلا يبقى كاره اللغة الإنجليزية ولا لأ كتير جدا وبنقابلهم بس دا بيرجع لأن المدرس أو المعلم أو المدرب يقدر يتعامل مع الطفل أو الطالب ويشوف الطريقة اللي يعرف يدخل لها منه يعني أنتو بتقابلوا عادي أن طفل جاي كده رب لي خلقوا لا مش فكرة مش جاي برضو ممكن من حاجات سابقة آه يعني هو حاس أن فيه ضغط بس دول الكبار مش اللي هما أول مرة يعني اللي بيبقوا لسه أول مرة آه اللي بيبقوا لسه دخلين أول مرة ده هو لسه ما يعرفش لكن ممكن لا ممكن مش مش فكرة يعني ممكن تلاقي عادي حد في جنيور هو كاره الإنجليز طب انت كاره ليه بتقيبها مثلا الميستر الطريقة مثلا اللي هو درس بيها الإنجليش غلط دلوقتي لما بتجي تدرسلوه بطريقة صح لا إيه ده اللي هو الدنيا اختلفت لا مش صعب أعرف أنه بحس أنتو بتعلموك أنه رياضة يعني بتدوني القواعد وأنا أبدأ أحل عليها إحنا زمان ما كانش كده لأ كان إنجليش والحكاية كانت سخيفة أوي عشان كده مقدش بحبه بسرعة طيب منار صاحبة المبادرات تحبي مبادرات قوي أو جدا أنت عاملة مبادرات للأمهات علشان تمحي الأمية الإنجليزية عندهم دي بتعملي فيها إيه دي بنشتغل فيها مع أولياء الأمور أعرفهم أول حاجة أن أول حاجة لازم يتعلموا أن الإنجليش ده لغة مش مادة دراسية جماعة دي أول كلمة أنا بقولها لهم هو مش مادة دراسية إحفظ حتشوف كذا حتحط كذا اللي هي بيجي معها كذا الشي بيجي معها كذا ما ينفعش الكلام ده خلص لأن الجرامر أصلا مش حفظ ما ينفعش أن أنا أحفظهم دي بيجي معها كذا دي بيجي معها كذا ده غلط جدا مش صحيح بدليل أن أنا ممكن أجي أديروا سؤال مثلا زي آي وديروا تشوز مثلا آم ولا كان ولا هب والثلاثة بيجوا مع آي طب هو ساعتها هيعمل إيه هو لازم يبقى فاهم لو أنا مثلا كتبقى فهو هيفهم هيختار بقى مش هينفع يقول فلازم يبقى فاهم ما ينفعش يبقى حفظ ده بيجي مع ده أكتر قاعدة كنت حفظها طب أنا بستخدمها في إيه بقى القاعدة دي لا معرفش بس أنا حفظها دي مش خلع أنا كنتي بذكر بيها أين تحين تخلي بالك شحوم صغيرها ووين المستقبل شكرا زي المشكلة نحن بنحفظ مش عارفين طب أنا ده أستخدمه إمتا طب أنا في ربيتو بيه ده بعمل بي إيه أستخدمه إمتا لما يجي أقول مثلا اسمي آيام مناور مثلا لما يجي أقول الأيج بتاعي العمر بتاعي لما يجي أوصف نظر لازم أبقى فاهمة يعني استخدام الجرامر ده أنا باستخدمه فيه عشان أعرف أكون جملة يعني يعرف على الأقل يتكلم يقول جملة مفيدة تمام برضو المبادرة دي برضو هدفها أن الترجمة الحرفية زي ما قلت لك ما ينفعش ترجمة حرفية يعني ممكن يعني ممكن أنا زي ما أنا قلت لك مثلا يعني كلمة زي دكتور مثلا أنا بعرفه أن ده حبيبي ده إحنا بنروح نتعارج عنده مش لازم أقوله طبيب بدليل أن فعلا أنت لو جبتي طفل هو مش عارف إحنا بنعرفش أصلا بالضبط إحنا ما فهميني فمش لازم ترجمة حرفية بدليل أن سؤال مثلا ترانسليشن لما بنخضوه بالترجمة كباكيج أنت بتفهمي الجملة كباكيج والترجمة ده حقيقي مفعش بقى كلمة كلمة بدليل أن جوجل محدش بيعكمت عليه ترجمة حرفية فما ينفعش خالص أن الموضوع يبقى في ترجمة حرفية ما ينفعش برضو مش ترجمة وبس ما ينفعش أن أنا أعرف الإنجلش وأكتب النطق بالعربي دي برضو دي كارسة كبيرة جدا استني بس ده نعنز تيف كده شغير أيوة عندنا حاجات دي كارل مكتوب كاف ألف را كده يعني ده مهم في حياتنا جدا ده مش مهم الكتاب ده أول متروحة رميه علاته بجد ده غالب أه طبعا أما نحن نعلم الفونكس ليه بص يا وإحنا برضو كان فيه مبادرة لالة تعريب اللغة الإنجلزية كانت مع زمايلي برضو يعني ناس كوادر كده حاجة وإن شاء الله يعني إن إحنا برضو ما نكتبش النطق بالعربي للتفل أنا كده بعوده أن كل حاجة اللي هو أكتب النطق بالعربي الإنجلش مثلا عندي 44 صوت في الإنجلش طب إحنا في العربي 28 26 28 أو 26 فالله هو حاجب منين بقى أصوات بتاعي يعنيها مثلا كلمة زي رن رن يا جري هكتبها إزاي؟ هكتبها في الكتاب زي ما نسي بتقولي راه عليها فتحة نون هاجة أقرأها إيه للتفل هقرأها رن لو أنا أم وأنا معرفش مثلا إن الكلمة دي نطقها رن هقولها له رن كلمة زي أرم هتبقى مكتوبة ألف وعليها فتحة هقرأوله أرم طب أنا كده أنا كده عملت إيه بقى في التفل تعلمته غلط طب ما إيه وأنا تعلمته غلط بالضبط كده فالله هو طب ليه أنا ليه بشتت التفل ودخله لغة مع لغة طب أنا أخلي كل لغة مع نفسها ليه مثلا التفل ما بيعرفش يتكلم ليه لما سيجي تقولي التفل تكلم ما فيش أهو بيحل كويس وشطر جدا وبيقفل وبيجيبه الثيل الدرجة اللي في الدنيا بس ما بيعرفش يتكلم بيعطي يفكر بالعربي طب كون مثلا جملة قول كذا يفضل دي بتيجي معها كذا دي بتيجي على بل ما يكون لي جملة وطبعا بيكونها بالعربي وبعد كده بيحولها لي الإنجليش خذي بقى عندك ما فيش طلاقة خالص فضه طبعا غلط جدا لنا أدخل لغة تنفى بعض دي كارثة كبيرة هو بليه الأمر بيفكر إنه هو كده بيسهل الأمور هو بيسهل الأمور وبيشتف التفلي بس هم عايزين وقت عشان يقتنعوا بده يعني لازم يقتنعوا المبادرة ديها دفع انت بقى شكلة على الماما وعلى بابا إن انت تعلميهم وتقولوا لهم إن انتوا أصلا غلط اتعلموا صحة عشان تعلموا ولادكم بالضبط كده طبعا أنا مثلا بعد قد ايه من الكلام ده يعني أنا دلوقتي هدخل المبادرة بعد قد ايه أبدأ أذاكر أنا ابني الوحد خلاص أنا بقيت محترفة أو إلى حد ما بفهم شوية وقدر أزاكر لابني الوحد بصي برضو مش فكرة وقت يعني مش فكرة وقت تمام أقل حتى تلات شهور يعني كنا قلنا بالكلاسس مثلا يعني ممكن مثلا كم حصة أو كم دورة تمانية مثلا ممكن كده برضو على حسب برضو قدرات التفلي أنا كماما 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 ممكن أو ممكن تلات شهور أنا ممكن أخدها بفترة السيك مثلا قبل الدراسة ما تبتدي طيب كنا قلني فيه فرق أصلا بين الامريكان وبين مش عارفة الامريكان وبين ايه والامريكان ايه كل كلام الفاضي دهاجة بقى وليلي بقى كده ايه الفرق من ده ومن ده ومن ده ومن ده ايه الفرق الفكرة بصي هو البريتش البريتش والامريكان الفكرة بس ان فيه دي لهجة بريتونية ودي طبعا لهجة أمريكية ف هيفرق مش فكرة هيفرق الفكرة بس ان المدارس مخلطة النطقين ببعض وفيه ناس مثلا مودية ولادها مدارس امريكان على اساس من المدارس دي نطقها امريكان بس ده مش صحيح يعني مش كل المدارس الامريكان النطق بيبقى امريكان لأ فأنا لازم لما قاجي قدي الابني عندك اقولك انا ابني في مدرسة ايه صح لا مش لازم لان هي المدارس انا بقولك زي يعني مختلط مخلط او يعني احنا عندنا مثلا كلمة كلاس وكلاس تمام ممكن حد يقولي ايه ده لأ الميس ما بتقولها لناش كلاس دي غلط تمام هو مش مدرك ان مثلا فيه كلاس دي بريتش وان كلاس دي امريكان زي اللحظات بتاعتنا يعني السعيدي والاسكندرون او تمام فطبعا الامريكان وبريتش ده لي نوت وده لي نوت ده لي رولز يعني قواعد وده لي قواعد برضو يعني احنا الامريكان متسهلين شوية في حتة الجرامر اللي هما يعني مش بي احنا بيبقى فيه ازمينة كتير فهم مش بيستخدموا ازمينة كتير البريتش طبعا عشان اصل اللغة فلأ يعني انا قلت فدخل ابني اسهل بصي لا ما قدرش اجاوبك بقى على السؤال ده بالزد عندنا هنا في مصري يعني اللي هو هننحاز لناس وهدد او يعني كده كده المدرس زي ما انا قلتلك مش بتركز على يعني بيبقى فيه حاجة اسمها انتروناشنال انجليش اللي هو يعني بياخده من هنا ومن هنا عايزي بيبقى النوت مختلط تمام عايزة بس اقولكم ان اسراء مش مدرسة اصلا تمام اسراء خريجة حاجة تانية خالص 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 وبعدين اشتغلت على نفسي كتير قوي علشان تقدر توصل ان هي تكون مدربة انت اصلا خليجة ايه فانت ايهم انا بكالوريوس علوم وتربية انا محب الانجليش بدأت اشتغل على نفسي كتير جدا وبعد كده اخدت كورس في اماكن معتمدة عشان اقدر اواكب العملية التعليمية ايه الجزيد انت في علوم قليدي درسة انجليش بس طبعا اللي هو بتاعنا الاجبشان انجليش يعني زي ما هو الانجليش بجانب الساينس يعني انا اخدتش مثلا انجليش واهملت الساينس لقل اتنين مع بعض فانت اشتغلت على نفسك لحد ما وصلت ان انت تبقي مدربة ومعايك شهدات معتمدة بكده انا ده حلو يعني انا ممكن اجي مديش لابني انجليش بس بق انت بمكن تديني انت حياتي تكير بس مدرس بتعزمان اللي كان بيدي دراسات ده لا 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 احنا عاملين دبلوما على فكرة بخصوص برضو الموضوع ده والدبلوما شاملة برضو انجليش وماس وساينس وتنمية مهارات تعديل سلوك عربي شاملة كل حاجة او انتو برضو كنت بتقوليني انت تعملوا حلم كده ان انا ابني نيجي يلاقي كل حاجة بزيز ده الحلم احكولي كده عنده عشان انا مبسوطة بيش عشان انا معاكم في الحلم ده على فكرة فيه كامبي كده فيه كل حاجة فيه العربي زي ما منور قالت والماث والساينس والانجليش وتنمية مهارات وكرافت ورسم انتو بس ولا هتدخلوا ناس معاكم معينا زمائيل يعني كل واحد هتدرس باقي مادته وهنجيب ناس تانية معنا فيه اكتيفتي الطفل طبعا يحب الكرافت جدا ويلزق ويقص وكده فيه زمبا فيه كل حاجة يعني انا هنجيب لكم واجي اخذوا اخر النهار كم بكده معذكر سيفي تلات شهور بتوصيف هيعد يتضبط فيهم وطبعا هيستفاد وطبعا وهتعلمين يقيدلش صح فانتو الوقت بتكلموا معايا بطريقة صليمة وهيبقى فيه تجارب هنعملها سيمة فيه قرآن برضو معينا طب ده حلو ده مدرسة بس سيفي بس بلطافة بلاعب وشقاوة ان شاء الله بقى يا رب ان شاء الله يا رب ان شاء الله الكرونا تبشي عشان نشوف شغلنا بقى هتمنى بجد بجد هتشوف المشروع ده على ارض الواقع بقى امانة فعلا ان شاء الله اخر حاجة انا ايدني عنده لدغة وقفته لكم عشان تعلموا انجلش فهو اصلا يعني الانجلش صعب ولا دغة صعبة انتو هتقولولي ودو تخاطب ولا انتو ممكن تصلحولي ده بالفونكس بتاعكم اه لا حسب والله لو هو الموضوع الكبير طبعا بيكون ليه تدخل جروحي لكن لو هو الموضوع بسيط لا احنا بنقدر معاه بالتكرار بالتكرار يعني ان انت تصلحي له طول الوقت يعني ممكن الراه تزبطوها السين تزبطوها الكلام ده ممكن كل حاجات تتزبط مع التكرار طب ده رائع جدا 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 انا درست اخاطب على فكرة سنتين بردو بس بعيت بقى لقيت بقى اي بحر واسعة جدا فوق ما تتخيلي وملهوش اخر بقى وبجد انا محتاجة المدرسة تبقى فاهمة ابني على فكرة انا مش محتاجة اودي جلسات بس لان في الاخر هو بيروح المدرسة مش قابلينه بيروح الدرس مش قابلينه فانا عجبلي جدا الفكرة اللي انتو عاملينها بجد والله مبسوطة جدا جدا انتو كنت معايا اتمنى ان المرة الجاية ان شاء الله ان شاء الله يكون معينا طلاب من الكامب بتاعكم او من الاكاديمية بتاعتكم بإذن الله ان شاء الله ويعني اشوفهم بيتكلموا انجليش ازاي اكيد 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 لو طلعوا بيتكلموا وحش انتو حري مبسوطة ان انتو كنت معايا بجد نوارتو حكاية نجاح عشان انتو حكاية حلوة قوي واوعوا توقفوا استمروا عشان انتو هتحققوا حاجات اكتر من كده بكتير بجد استنونا احنا شوية صغيرين ورجعن لكم تاني مع حكاية جديدة ورجعن لكم تاني ومع فكرة شاية شوية قلنا العرائز بتوعنا ما ينفعش ان احنا نبقى سايبينهم فترات طويلة الحلقة اللي فاتي كان معينا ميكب ارتست تعليمتنا حاجة النهاردة معينا هيرستايل اندفيل ديزاينر ويعني صاحبتي وغالي علي معينا كريستينا عصام عاملة ايه؟ الحمد لله انت عاملة ايه؟ من اشتر الناس اللي ممكن تعمل شغل في الشعر او تعمل لفات ترح بجد انا شوفتها في حياتي ومرسي على فكرة هي اللي عملي اللي كنت نهارة احنا لو كان معنا وقت اكتر كنا عملنا احوالي كتير ايه والله كنت تتحين علي بس يعني انا عملت في خمس دقائق عملي ايه يا كوكي الحمد لله روح انت عمليت الحمد لله بس يا ستي انا دلوقتي عروسة ومش عارفة اللي بيليق عليها ونحنا بنشوف ان في غلطات كتيرة اوي العرائز بتعملها مثلا تبقى اللفها مش ليقة على شكل وشها انا مش بيزبطوا يعني هي تليق عليها ايه قبل ما يشتغلوا ما انا مش عارفة ما انت مش عارفة المفروض بترجعي ليا او بتقوليلي هنعمل ايه او كده يعني بتغدي برأيي فقط يعني انا طبعا اللي بشوف اكتر ايه اللي هيليق عليكي بس طبعا احنا بنتناقش مع بعض يعني انا مش بكبرك على حاجة انت كعروسة عندي انا مش بكبرك ان انت تعملي اللفة معينة انا بقولك اللي هيليق عليكي تمام لو مش عاجبت وانت مصممة على حاجة تانية بحاول اعملهالك بشكل يليق عليكي برضو يعني انا بحاول اوصل مرنة قوي يعني او يعني مش بحب ازعلهم بحب اليوم بصي اصلا انا هقولك الفرحة بتاعتي العروسة وضحكتها هيلي بتحليها اكتر من الشعر والميكيب والفستان وكل حاجة صح تانجي بنيقولوا قرف زمان عرفك جدتي تقولي ده هي قرفتها كده يا سيتي لا صدقني هي بتستمتها هيلي بتحليها يعني مش احنا خالص انت جميلة مش يا جماعة بسيطة بسيطة في طبعا ناس عندهم دفوهات في وشهم ما بيبقاش عارفين اصلا يعملوا ايه يعني مثلا اللي عندها قورة كبيرة دي ايه افضل حاجة تتعمل لها بصيح هيا لو بالنسبة لو حجاب تمام احنا بنعمل الحجاب اللي هو التوركي اللي هو ملثوف كامل او بنعمل اللي هو السوري اللي هو بيداري نص القورة كده مع الكونتور طبعا بيفرق جدا وبيلم الوش القورة اه اه وبالزبط وبيبقى حلو جدا عليها بالنسبة للغير محجبات اللي هما طبعا الشعرات والتصريحات اه بنحاول نعمل لهم بقى القصة على جنب بنحاول ننزل لهم شعر اكتر على وشهم بحيث ان هو برضو يصغر القورة يعني لو جاتلك عروسة قلتلك انا عجباني لشنيو ده وانا قرتي كبيرة انت هتقول لها ان لا ده مش هيبقى لطيف انا هقول لها بس مش بجهالها كده بس انا بحاول ايه اه اتكلم معيها اقول لها بوسي طب ده احسن طب احنا بنجرب سوا قدام المراية قعدة قدام المراية او شكايلة ازاي يعني انت تجدب تجربي انت بتيجي تشتغلي على طول يومها لا لا خالص احنا بنقعد مع بعض ونتكلم الاول واشوف هي حب ايه ودمخها فيها مش فيها ايه ايه ستايلها ايه بالظبط وبشوف الدرست بتاعها لان الدرست بتاعها بيحكمني ساعات ازاي يعني هي لو محجبة الدرست بتاعها بيبقى يعني لو هو مقفول بكل او بناك اه بالظبط يعني بعمل لها ايه اللي هو مثلا ايه الحاجات اللي هي مقفولة يعني ما ينفعش ان انا طلع لها شعر كتير ما ينفعش ان انا افور لان طبعا هو الفستان مقفول فما ينفعش خالص اعمل لها نص حجيب او كاش من وراك كلا اه طبعا هيبقى هتبقى اوفر انت لو انت قاعدة في وسط المعذين ولقيت عروسة دخلة كل فستانها متقفل وشعرها نص وبين هتستفزي الموقف اه ايه مش لايق على بعض لازم العروسة تبقى مكتملة فشكي الفستان بيفرق جدا اه طبعا اه طبعا بيفرق معك اذا كانت محجبة او لا او لا شكل الفستان في العموم لازم تكوني عارفاية شكل الفستان افضل ان انا اكون عارفاة طبعا عشان خاطر يعني اشوف الحاجة اللي هتليق عليه اكتر يعني واعملها لها انت كنت قلتلي مرة ان انت ممكن تغذي اصلا حتة تطلم الفستان اه وتعمليها جبيرة اه تعمليها بشعرها مكان هيربيس او التاج بالضبط اه دي بتكارات بقى احب بقى حكم نفسي في حاجة معينة اه انا طالما العروسة مطفقة معايا واحنا احنا بنتكلم قبل الفرح تقريبا بشهر تمام؟ وبنبدأ نتكلم كتير جدا بنبقى صحاب بنبقى اخوات بتاخد رئيف حاجة كتير في الدرس في كل حاجة يعني لحد بدلة العريس انا بعرف ايه بدلة العريس طب هي تفرق في ايه طيب بدلة العريس هقولك تفرق في ايه لو بدلة العريس مثلا فيها سيلبر كتير فيها فانا بحاول هادي من العروسة فعلا اه عشان ما يخشوش مبهرجين فالموضوع يبقى اوبر فيبقى الشكل مش حل اه انا اول مرة اعرف المعلومة دي عادي بس لو بدلة العريس سيمبل وسيدة خالص احنا ممكن نزود مثلا تدي جليتر مثلا في الاكتر في التاج في الهير بيس ممكن تلعبي اكتر في الشعر ما يبقى شهاد كمان طول العريس بيفرق على فكرة طول العريس بيفرق معايا في الشينيو في التسريحات لازم تبيع عرفة هو اطول ميني ولا اقصر ميني عشان تعرفي هتعملي ايه بالزبط عشان ما اعليش قوي بصي الاولو بتاع الشينيو او التسريحة او الترحة كمان اه لو اديت فوليوم كتير للترحة كمان بيدي طول كل الحاجات دي بتدي طول او فلو هي قصيرة والعديس طويل هيبقى مناسب قوي ايوه بالزبط لكن لو العكس هيبقى بقى شكلم صعب حقيقى ايه بقى شكلم صعب جدا يعني انا كل الحاجات دي لازم لما اكلمك اقول هالك بالزبط هي حاجات تفهى يعني ممكن ما تسكرش ايوه بس بتفرق معايا جدا بزبط طيب هو دلوقتي ايه المودة بقى التاج ولا الهيربيس ولا المودة مش هزاج الهيربيس كانت طلع اكتر من التجان لان التجان كانت قديمة شوية اختفت فترة اختفت فترة بالزبط بس ما زالت العرايص بتحتاجها ليه احنا طول عمرنا من حلمنا منو احنا صغيرين حتى انا يوم فرحي اللي هو الدرس الطويل اب اماليكا بالزبط ابو ديل طويل والشعر يبقى فيه تاج طويل واحس ان انا بانست كده اه بالزبط ده فيه بنا كتير او بتحب اللوك كده ما بيبصوش لموضوع المودة لكن المودة الهيربيس الحاجات الجبيرات الحاجات دي هي اللي بتدي حاجات للمودة شوية وفي الشعر السايب بالنسبة للشعر السايب انا بفضل اولا شو حاجبة يعني انا بفضل الهيربيس مع الشعر السايب بتبقى اشيك واقيم بتبقى احلى مفيش بقى مودة ملمومة او شنو لا مش بتتحكم بالطريقة دي لا مش بتتحكم بشكل العروسة بتتحكم بدرس بتاعها بتتحكم بالحاجات دي لكن مفيش مودة سايب او ملموم دي مش بتتحكم هي بتتحكم بشكلها زي ما قلتلك حسب تدوريس والشعر حسب هي عايزة يعني نداري ايه ونسيب ايه يعني انا مثلا لو جالي عروسة والشعر وفيع خالص انا عايزة تخانه طبعا الميكاب ارتست بالكونتور قد تخرهم بيعملو الواجب بيعملو كل حاجة عشان تبقى عرض الزبط بس انا كمان باعمل ايه بحاول انازل مثلا خصل وكده بشكل دقير شوية بشكل معايا تدي فوليوم وتدي للوش تدويره تديك احاق انو الشعر تدور ونهاية تخينة بالزبط ولو رفيع بقى ولو تخين بنزل الشعر ليس او بنزل شعر كتير شوية ليس كده بحيس ان هو يلن معايا خلود فيبين انو الشها طويل انت الصور طبعا معروضة وفي منهم صوري طبعا اه طبعا كنت داي الامر يا شنيل كانت عملالي شغل كتير جدا انا عملالها كتير ده دي قورتها كبيرة دي قورتها كبيرة عشان كده انا مطلعالها انا قلتلها على الحجاب السوية بس هي كانت حبة جدا انها تعمل اسبانش فانا مرضيتش شيء زي ما قلتلك ادايقها فوصلنا الحل المتوسط ان انا هطلع حبة انا هطلع صغيرين جدا ونعملال بالضبط الطرحة الطرحة ايه الموضة اللي فيها برده الطويلة ولا القصيرة ولا شكلها ايه بسيح هو برده ما بحبش موضوع الموضة انا عن نفسي ما بجريش ورا الموضة انا بجري ورا ايه شكل الدرس يعني الدرس بدل طويل انا مروح شالخي من نفسي وجيب طرحة طويلة فالموضوع بيبقى اوبر جدا ده شكل مش لطيف اصلا يعني محدش يعمل كده خالص ايه لو لو الدرس بقى قصير مو ممكن نلبس طرحة طويلة بس بيفضل يعني خليها قصيرها عشان تبقاش تقيلة انا قصيرها عشان ما تبقاش تقيلة بالضبط كده كمان في عرايز بتجيلي بترح مليانة تيرتر ومليانة حاجات كتير كده وخرز وحاجات فبتبقى تقيلة جدا جدا انا نفسي ما بقدرش اشالها وانا بركبها فهتقع فهتقع التسليح تيكي بقى تقولك ايه الهيرد الريسار دي مش شطرة عشان هي التسليحة هوت شوية ما هي طبيعي بالكيلو اللي انت حتطفت في شعر بدا فيعني بليز برضو ما تفكروش ان انتو تعملوا هيعملات من صدع طول اليوم بالضبط كفاية الحشو والحاجات لك كتير اللي احنا بنحطها وشاللو العريز بيجي شتيكي من عفلك طول الثيل ايو بخوك منا ايه ده طيب برضو من الاسئلة اللي جات كتير قوي قوي اول ما الناس عرفت ان انت موجودة انا كعروسة اهتمني ازاي بشعري قبل الفرح وبقدي ايه يعني فترة قبلها بقدي ايه تمام ايه بصوا هوا يعني احنا نحاول نحاول على قدر المستطاع نطول الفترة يعني اقلا حاجة خالص مثلا نقول شهرين هوا يفضل ثلاث شهور فاهمة بس بقى ايه نستخدم بقى يعني مثلا شعرها بيهيش او اللي شعرها جاف مثلا تستخدم مثلا كل اسبوع او اسبوعين هتقول لنا خلاطات دلوقتي هقولك خلاطات بالنسبة للشعرهم جاف وبيهيش ممكن كل اسبوع او اسبوعين يعملوا خلطة الزبادي الخلطة الزبادي دي بيحطوا بيجيبوا علبة زبادي عليها معلقتين عصل عليها معلقة زلزة تون عليها بقى يا سلام لو حطت شوية عصير جرجير عصير جرجير ده اللي هو بتغلي الجرجير تمام بعد كده بتغلي المية بتاعته وممكن تضربيها معاه في الكبه تمام وتخفي وتغلي المية بتاعته المية بقى اللي بتنزل منه دي مفيدة جدا وبتطول الشعر وبتديله بيتامنات حلوة جدا 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 عايزة العرايز برضو كلهم بقى سواء اللي شعرهم نيعم سواء اللي شعرهم مش حلو كلهم يهتم من موضوع المية جدا جدا يا جماعة جدا 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 المية بالضبط المية مفيدة جدا لشعرك الخضروات اي حاجة خضرة مفيدة لشعرك الفاكهة الحاجات دي البيتامينات مفيدة جدا لشعرك احنا شايفين شعرك حلوة اهو فيعني اسمعوا الكلام وبتطول تقولي اهتم يا بنت انا بدايق جدا لما بشوف شعر بايد انا بحب الشعر انا بتعامل معا على انك ابني انا بتعامل معا على انه ابني فعلا اني لازم يشوفوكي وانتي بتصراحي الشعر وتعوذي كده اهو انا بخافي يتقطع وبستخدم حاجات اصلا في الشغل بتاعي بتحافظ على الشعر ومش بتجهده يعني حتى البيبيليس بتاعتي انت عارفة يعني بتتخدم حاجات برندات قوي عشان تقولي لا ايه ده لا وعليه عالي لا طبعا مينفعش الشعرك انا بخاف على الشعر جدا 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 يعني طيب الشعر الدهني يتغسل مرتين في الاسبوع يعني اقل حاجة يعني حاوله بقدر المستطيع يخصله كويس تمام الشعر الدهني كمان ممكن نستخدمله مرة واحدة في الشهر خلي طفاح مرة واحدة عشان الشعر الدهني بيعمل قشرة خلي الطفاح مفيد جدا بيشيل القشرة مش بينشف الشعر يعني احطه ولا بقطنا مثلا ولا بايه ممكن بصي انت بتحطي على طروف صوابعك كده تمام وتمشيها على شعرك كده بنفس الطريقة كده بس مش على الشعر كله لا على الجدول اللي بتطلع اصلا الحاجة الدهنية اه 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 ليه بقى هيخافف من الدهون اللي بتطلع فمش هيكون لك قشرة و هيكون شعرك نزيف وهيكون حلو جدا حلوة قوي بس مش كتير مش يستخدمه كتير عشان شعرك ماينشافش عشان خلي بينشف الشعر شوية فمرة واحدة في الشعر مما ينشعش طبعا حد شعره جاف يعمل نهائي حتى لو عنده اشرا اللي شعره جاف زي ما قلنا خلطة الزبادي اللي هي عليها عسل طب من شعره عادي وبالنسبة للشعره عادي هو يهتم بيه يخسله كويس حمام كريم كده كويس برضو نعمل خلطة الزبادي دي هي مفيدة في العموم دي مفيدة جدا 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 طب حلو قوي انت برضو قلتلي من ضمن الغلطات او الحاجات الغلطة اللي بتشوفيها اني بتجيلك العروسة مش غسله شعرها ويلا بينا نعمل بك اه بالزبط دي حاجة صعبة جدا يا جماعة جدا لازم العروسة تكون غسله شعرها كويس جدا ممنوع مثلا تدهن عليه زيوت تحط عليه كريمات تقيلة قبل الفرح مثلا بشعر او بشعرين توقف حتى لو شعرها جاف حتى لو شعرها ايض بس عشان بيديلي شعور ملزقة من كتر انا بحب الفوليوم في الشعر بيدي شكل جمالي لكن الشعر الملزق ومهبط ده ما بيبقاش لذيذ خالص تحاول ان شعرها يبقى معي يديني الحاجة اللي هم مزاحة بالزبط طيب احنا عايزة بس اقولكم ان اصلا كريستين اسعارها كويسة جدا وعندها كمان اوبشن لطيف ان انا لو عروسة حتى وعايزة اعمل لك تاني والفلوس مقصرة معي شوية يبتا تنازل جدا عشان تبسط العروسة وعشان كده احنا هنستغل لها مش هنسمعها تروح كده طبعا هتقول لنا كادو دلوقتي حالا حالا لحكاية نجاح انا عناية ليت يا كوكو لحكاية نجاح طبعا انا عاملة كادو للبرنامج اي عروسة هتيجي ان البرنامج ليها اخصم 20% على الباكيج بتاعتي وانا اصلا باكيج بتاعتي تغيرة جدا فيعني هتنبسطو وكمان عاملة كادو تاني بقى اكبر شوية العروسة اللي هي غير مكتدرة وماديا وكده بترجعلي او بتكلمني على البيتج بتاعتي او بتكلم كوكو على البيتج بتاعتها وهي بتوصلها بيا وتقول لها ان دنيا معيها مش متزبطة انا بنزل لها فيه بتسلم يا كوكو ونورتيني ومبسوطا ان كنت معايا قبل ما اختم لازم اشكر واحدة تعبت معايا جدا 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 النهاردة وجبتها من اخر الدنيا الميكب ارتست الرائعة ومدم خفيف اللي عاملالي لوك النهاردة مرسي جدا رينا جوزيف تعبتك معايا وعقبال كل مرة تعيبك تاني مفيش مشكلة يعني وباشكر طبعا كريستينا لان هي اللي عاملالي برضو شعري مرسي جدا مرسي جدا نورتيني اشوفكم في حلقة جديدة من حكاية نجاح مع كريستينا جامل اشتركوا في القناة 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 شكرا